ضعط المملكة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكشف انشطة ايران النووية وتكتيف عمل التفتيش في الدخل الايراني للكشف عن المواقع المحتملة استخدامها في انشطة نووية غير معلنة واشار محافظة المملكة لدى وكالة الطاقة الذرية الامير عبدالله بن خالد بن سلطان الى ان ارتفاع كمية اليورانيوم المخصف في ايران عن الحد المسموح به يعد استمرارا للتصعيد والتجاوزات واكد في كلمة المملكة امام مجلس محافظي الوكالة ان هذا التجاوز يؤكد نية ايران في استخدام هذا الملف للابتزاز وتهديد الامن والسلم الدوليين واشار الى سياسة ايران القائمة على الخداع والمراوغة وعدم المستقية باقتمال استخدامها لموقع تركاز اباد للانشطة النووية غير المعلنة